يوم سعيد عزول لحضراتكم أنا بقالي يومين رحت يوم الخميس القاعدة والنهارض الخميس عادت حوالي 6 ساعات والنهارض عادنا تقريبا 7-8 ساعات أو 9 ساعات تقريبا من 7 ونص صبح لحد 4 ونص العصر لازم وانا بقوله هو كل واحد ما شافشي الاحتفال النهارض يتفرج عليه لعدة أسباب أولا الموضوع قاعدة مش مجرد انه النهارض عارفين يعني ايه وهقول لكم التفاصيل اللي انتو يعني محتاج اطرح عليكم كل حاجة كل اللي عنده سؤال النهارض هقول لكم ايه حكاية القاعدة هدفها ايه مين بنشتغلنا فيها اهامية القاعدة وجودها في المكان ده الرسال بتاعتها فين كل ده هقول لحضراتكم وماذا تعني قاعدة عسكرية برية او اكبر قاعدة موجودة في شرق الاوسط والاهم من كل ده ان القاعدة احنا اللي عاملينها ابطلنا ما فيش حد اشتغل معانا احنا المصريين اللي عملوها القاعدة مساحتها قد قطر انت متخيل يعني احنا عندنا اكبر قاعدة في الشرق الاوسط مساحت هذه القاعدة قد مساحت قطر فلما تجي بالصلاة على النبي كده لما تتكلم ابدأ من هنا حضرتك وانت رايح العالمين وراح السحل الشماري بتعد هي على يمينك حضرتك وانت رايح كده في منطقة الحمام تبعد عشرين كيلو عن بورتو مارينا او عن مارينا على يمينك ممكن تعد كده وتراح زيارة واتبص عليها وانت داخل ادخل يمين وهتلاقي هي على الشمال امشي بعربيتك كده دي قاعدة هي دي القاعدة انزل بقول لك كده هو امشي اكي انك عارف قطر اللي راح قطر هي بالضبط مساحتها قد قطر بالضبط مساحتها تمنتاشر الف فدان متخيلين قد تمنتاشر الف فدان دي مساحت القاعدة بتاعت حضرتكم عايز اقول لكم القاعدة دي بالصلاة على النبي كده وتسموه كده بسم الله ما شاء الله فيها 72 ميدان للتدريب رقم واحد رقم اتنين فيها 1155 منشأة عسكرية رقم تلاتة فيها احدث ترازاء احدث انواع الصواريخ الدفاع الجوي يعني فيها احدث المقاتلاء المقاتلات العسكرية الحربية الموجودة في قواتنا الجوية فيها قطع البحرية والبرية طبعا خد بقى اتكلم على المشاة وتكلم على المضرعات وتكلم على ايضا فيها قوات عمليات الخاصة ومكافحة الارهاب كل الاسلحة المشتركة موجودة في هذه القاعدة يعني القاعدة دي دولة انا بقول لك القاعدة دي مش دولة تسليحة تسليح دول يعني في دول سبعة تمن عشر دول كده عشرين دولة هديك اهو رقم مفهمش التسليح الموجود في القاعدة دي بس القاعدة دي النهاردة القاعدة العرب الرسالة اللي قدامكم مين وقف يا خالتنا لو سمحت وقف كده وقف لو سمحت وقف وقف بس كده سيد الرئيس وعلى يمينه شيخ محمد بن زايد على يساره الامير خالد الفيصة الامير منطقة مكة المكرم الممثل خاص لخدم الحرامين الشريفين ثم الشيخ محمد الخالد الصباح ممثل امير دولة الكويت الشقيقة وفيه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي والفريق محمد احمد قائد الاركان العام الموريتاني وايضا الامير سلطان بن حمد الخليفة وليه عهد البحرين وفيه كمان الشيخ هزاع بن زايد والشيخ زيف بن زايد طيب حضرتك دولة اربع دول خلينا في الاول كده سيد الرئيس الامارات السعودية البحرين الاربع دول ايه الرسالة هنا هي دي الرسالة حضرتك بس يعني خد من الموضوع ده الرسالة اللي خرجت النهاردة من هذا المكان وانا على فكرة النهاردة قبلت ناس كبار جدا في البلد كلمت معاهم امبارح اول امبارح الخميس والنهاردة والخميس كنا ايه كان يعني ان احنا لازم نروح نشوف نبص يعني قبل الزحمة النهاردة نبص واحنا وفد اعلامي كان موجود وكنت انا ضمن زملائنا اللي كانوا موجودين ورأسات تحرير الصحف كانوا موجودين وزملائنا مندوبي الصحف في اللي بيغط وزارة الدفاع رحنا وشفنا يوم الخميس بقول لها حضراتكم عادنا من ثمانية ونص للساعة اثنين ونص الضهر مع السيادة اللواء محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع واللواء محسن عبد نبي مدير الشؤون معنوية واللواء علي عشماو قوات المنطقة الشمالية واسبعنا من التلاتة بالاضافة لقيدات قوات المسلحة اللي كانوا موجودين يعني ايه قاعدة عسكرية موجودة هنا هو احنا القاعدة دي محتاجينها ده انت محتاجها جدا محتاجها ليه حضرتك عندك هو حضرتك ناسي انك بتبني مفاعل نوى وبتاع الضبعة طب هو ده مش محتاج تأمين ولا تبني مفاعل نوى تسيبه كده في الطل طيب حضرتك مش عندك حقول غاز وبترول في البحر المتوسط وفي المنطقة الغربية نعم طب دي محتاجة حماية ايوة محتاجة حماية هو احنا جابين الغواصات ليه احدث غواصات في العالم عندنا مش احنا موجودين عندنا نمتلك احدث غواصة في العالم اللي استلمناها من شهرين وعندك المسترال مش كده عندنا اتنين واحدة فيه الاصطول الجنوبي في البحر الاحمر وواحدة دلوقتي في الشمالي موجودة عندك دلوقتي في المكان ده للتأمين والحماية طب ايه تاني عندنا عندك المنطقة الغربية اقصد الحدودك مع ليبيا هو مش فيه تهديدات جاية من ليبيا اه فيه تهديدات فيه حدودنا الغربية بالكامل ايوه طب احنا محتاجين اه محتاج عايز اقول لكم المفاجأ اللي انا اقولها لحضراتكم كمان ومش ازيع يعني مش اسرار ولا حاجة ولكن نقول لكم بس الحكاية ايه الامريكان لما عرفوا ان احنا عملنا القاعدة دي القاعدة دي نصرية خالصة ومش عايز اقول على دول اخرى دول دلوقتي عمدها اراضيها مستعمرة ومحتلة من قواعد امريكية وتركية وايرانية انتو عارفين مين اقصد قطر طبعا فانت لما بتعمل ده في بلدك على ارضك برجالتك بابطالك